بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بعد أن تحدثنا عن الخاصية الأولى من خصائي الشركة التضامن وهي المسئولية الشخصية والتضامنية نتحدث عن الخاصية الثانية من خصائي الشركة التضامن ألا وهي اكتساب الشريك صفة التاجر نظرا لأن شركة التضامن تكون مسئولية الشريك فيها مسئولية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة ليس في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط وإنما في أمواله الخاصة فإن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في شركة تجارية وبناء على ذلك يلزم أن تتوافر لدى الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة مما يترتب عليه إدراج اسمه ضمن بيانات الشركة الواجب قيدها في السجل التجاري فيجب أن يبلغ من السن 18 عاما دون أن يعتريه عارض أو مانع من الموانع الأهلية كالجنون والعته والسفة والغفلة ويترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر أنه يشهر إفلاس الشريك المتضامن إذا تم إشهار إفلاس الشركة ولكن العكس غيره صحيح فشهر إفلاس الشريك المتضامن لا يترتب عليه شهر إفلاس الشركة لأن الشريك المتضامن يمكن أن يكون تاجرا وله تجارة خاصة إلى جانب كونه شريك متضامن في شركة من الشركات فإذا شهر إفلاس هذا الشريك في تجاراته الخاصة فلا يؤدي ذلك إلى شهر إفلاس الشركة وإنما يترتب على ذلك حل الشركة نظرا لإفلاس أحد الشرقاء فيها واختلال الصقة الشخصية التي تقوم عليها الشركة ويأتي اكتساب الشريك المتضامن لصفة التاجر منسجما مع مسؤوليته التضامنية حيث أن من حق الشريك المتضامن أن يتولى إدارة الشركة وأن يتعامل بعنوان الشركة المتضمن أسماء الشرقاء المتضامنين فيها ويمكن أن يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر حتى لو كان من الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة بحكم قوانين أعمالهم كالقضاء وأعضاء التدريس بالجامعات والعسكر والموظفين العموميون فدخول هؤلاء الأشخاص كشركاء متضامنين يكسبهم صفة التاجر ومخالفتهم لقوانين أعمالهم يحاسبون عليها وفقا لللوائح التي تنظم ذلك داخل الجهة التي يعملون فيها ولا يمنع أن يكون الشريك في شركة التضامن شخصا معنويا أن يكتسب صفة التاجر فحتى لو كان أحد الشركاء في شركة التضامن شخصا معنويا فإنه يكتسب صفة التاجر لكونه شريكا متضامنا